إلى الأردن حيث وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراءها في العاشر من سبتمبر الجاري وذكرت الأمانة العامة للجامعة أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات وستصدر بيانها التمهدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية المراقبة كما ستصدر تقريره النهائي الذي سيتم رفعه إلى الجامعة والذي سيتناول ملاحظاتها التفصيلية حول الانتخابات والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية استضيف ما يقدر بـ 41 واربعين